عشرة أيام حتى يوم الانتخاب في الولايات المتحدة تدخل الحملتان الجمهورية والديمقراطية مرحلة البلدز أي الهجوم السريع تحتدم المنافسة وتكثر الفعاليات الانتخابية والإنفاق على الدعايات حملة ترامب تجهز لتسعة التجمعات لأنصار الرئيس سبعة بحضوره إضافة إلى اثنين بحضور نائبه مايك بانس خمسة من تجمعات الرئيس ستجرى في ولايات متأرجحة غير ترامب الذي أدل بصوته في فلوريدا الولاية المتأرجحة الأكبر ثم هناك 229 فعالية انتخابية لما يسمى بجيش ترامب حملات عبر الهاتف وشخصيا لتسجيل وحشد الناخبين ونشر متطوعين وتجمعات لأنصاره بحضور أفراد من عائلة ترامب وموالينا بارزين له في حملة بايدن نرى استراتيجية مختلفة ستجرى 216 فعالية انتخابية حملته قررت تقليص عدد التجمعات بحضور حشود كإجراء سلامة ضد فيروس كورونا طبعا وظهور بايدن وكمال هارس إضافة إلى غيرهما من الشخصيات سيكون افتراضيا عبر الانترنت والتلفاز وذلك كجزء من استراتيجية بايدن لإظهار الفرق بينه وبين ترامب في التعامل مع كورونا ولهذا السبب سنشهد اندفاعا قويا في مجال الدعاية حملة ترامب خصصت 55 مليون دولار للدعايات في آخر أسبوعين من الحملة بينما تحظى حملة بايدن بأكثر من 160 مليون دولار تستطيع توزيعها على الدعايات المتلفزة والوسائل الأخرى